الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا استباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتمابه واجعلنا منا يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادة الطالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني عشر من سير الصحابيات الزليلات ومع أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم أزمعين ومع الدرس الثالث من دروس القيودة عائشة رضي الله عنها اختلت عائشة رضي الله عنها مكانة كبيرة في بيت النبي منا زعل أنظار القحادة تستجه بإعزاد وإثبار واحترام وإذلال نحو بيت أم المؤمنين الثالثة الصيد عائشة لما خصها الله تعالى من الفوائد والمكرمات مما أثار غيرة برائرها أمهات المؤمنين رضي الله عنهم عنهم أزمعين ما الغيرة خصيصة النسط البشرية تبعى فيها لصالح النسط الإنسان إذا كان هذه الغيرة التي تمثه تستعب إلى القبائل هي في الأصل خواجية الغيرة خواجية يمكن أن تستعك إلى أن تنافس أخاك في سأل الآخرة أو يمكن أن تبقعك الغيرة إلى أن تنافسه في سأل الدنيا إذا نافسته في سأل الآخرة كانت غيرة محمودة وإن نافسته في سأل الدنيا كانت غيرة مزمومة هي خواجية يمكن أن تستخدمها كل من ترقى به أو بركات تهريبه فالغير موضوع في كل إنسان هي في النساء أفضح لكن لها حالات طبيعية ولها حالات مرضية الحالات الطبيعية بصالح الإنسان كم من إنسان حفظ كتاب الله لأنه أصابته الغيرة من عاشز آخر كم من إنسان سبك طريق الإيمان لأنه أصابته الغيرة من قريب أو صديق أو جار تفوق عليه في الإيمان أنا أدرب لكم مثل واضح جدا كنت أدعى كل عام لميثم من أسفر ملاكي بمسك هذا الميثم إبارته سبعو كبار أغنياء الثان كان يقام حفل عساء في رمضان أطلق الكلمات لحث هؤلاء الأذنية أهل اليسار على البذل وطلقه كنت أكلف كل عام أن ألقي سلمة أحث بها الإخوة المؤمنين الذين امتن الله عليهم بوفرة في المال فرعا حينما نستح باب السبر العام يقول كلان أنا أسفع مئة ألف يقول جميله أنا أسفع مئتين في ربع ساعة أو أقل يستمع ست سبع ملايون العام الماضي أرفعت إبارة القسل أن توضع على الإخوة المدعوين ورق اكتمارك كل واحد يكتب كم يسبرع من دون إعلان مبلغ 800 أي شيء واضح جدا الإنسان إيان يمدفع للعمل الصالح بذاته الغذرة هلغير مثالح الإنسان أنا أؤكد لكم ما من واحد من الإخوة الحاضرين والإخوة المؤمنين إلا ان دفع إلى عمل صالح أي إلى طاعة لله أو إلى إقبال على الله أي إلى تفوق في العلم بذاته عذرة أقابتهم مؤقم قريب له تجيخ جار فالغير خصيصة من خطاق النفس البسدية حيادية إن استخدمتها في أمر الآخرة كانت سلما ترقابك فإن استخدمتها في أمر الدنيا كانت دركات تبعيدها فإذا غرتني أسيك في زمع المال ونافسته في زمع المال وبيعت دينك وأخرتك كانت هذه الغيرة في غير موجعها يقول أهلك مالا لبدا أو أحكب أن لم يره أحد نعم ورحمة ربك خير مما يزمعون يزمعون المال بذاته العيرة من بعضهم بعضا فكل خاصة في الإنسان كل خاصة على الإصلاق هي حياجية يمكن أن تؤذسها في الحق ويمكن أن تؤذسها في البعض يمكن أن تؤذسها في أمر الآخرة فترقها ويمكن أن تؤذسها في أمر الدنيا فتفلك إذا نغير بكل إنسان موجوده أن إذا انصبت على سأل الدنيا أصبحت حسدا إذا انصبت على سأل الدنيا أصبحت حسدا وإن يصبت على أمر الآخرة كانت ذلقة قد تجد إنسان تفوق عليه فتغبطه وتفعى سعيه تغبطه وتقتفي أسره تغبطه وتنافسه هذه منافس محمودة وفي ذلك سليتنافس المتنافسون من في هذا سليعمل العاملون المرأة تغار لو أنها لا تغار لا تقطت من عني زيبها لماذا يحبها زيبها لأنها تغار عليك لا تحصل الأمن ينيب إلى مرأة أخرى هذه خاصة الأجواج أحيانا يتألمون من غيرة زيباتهم أما لو تطوروا العصر أنه ذهب وسهر رخالة ولن تتسلم ولا كلمه اسعي أنها لا تحبه وقد تخبضه قلبه فالغيرة صفة في بني الإنسان وهي في النساء أوضح لها وضع طبيعي ولها وضع مرضي الوضع المرضي أن امرأة تعرف ذوزها مؤمنا مستقيما لا يحوض لا يمنة ولا وفرة ومع ذلك إذا استفرت به امرأة على الهاتف لا يقرر لها قرار سيغير مرضي ينضغي أنتوا على ظنها لكن حينما زاءت هذه السيدة الصادلة السيدة عائسة إلى بيت النبي في النجم الصحابة الكرام عرفوا أنها بنت سيدي الصديقة رضي الله عنه وهو من أحد الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكانت سادة ذكية يعني على مستوى رفوع جدا من العقل والتهم اتزهت أنظر الصحابة إلى هذا البيت الصالح بيت الصيدة العائسة إن هاتوا المؤمنين وقعنا في الغيرة وهذا السيء من قضوعة المساء والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عن هذه الحقيقة فقال اللهم هذا قصني كما أملك فلا سلمني كما تملك ولا أملك إن سيء مكلف أن تعضل بين الضغطان أما أن هذا العدل التام أن العدل المطلق ليس في وفعك ولا في ثاقتك ولم تستطيعه في فحوص البخاري يروى أن هتام يرغي هنا هتام عن أبي رضي الله عنه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائسة يعني زوجة زديدة أدخلت على قلب النبي الثرور بعد أن ماتت فرزته الوطولي الطيب يسديه وزائت من نسكة إلى المدينة وستمت في غرفة من غرف المسلوب فصارت الأنظار تبتزه إلى هذا البيت فقال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائسة قالت عائسة فاستمع سواقدي إلى أمي السلامة فقلنا يا أم السلامة والله إما الناس يتحرون بهداياهم يوم عائسة وإنا نريد الخير كما تريده عائسة فنريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدي إليه حيث ما كان أو حيث ما داع يعني أنا أقول لكم هذه السمينة الإنسان لأنه بثر سجر عليه كل قصائص بثر إذا انتصر على نفسه يرقص نساء النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مستقيمة لكنها تختمها قصائص النساء مرة سيد صفي أهدف إلى النبي صبق طعام تاين سيد عائسة ما تمثلت أن تخصي غيرتها فأنسجت كبخة وكثرتك فالنبي عرف طبيعة المرأة قال غضبت أمكم غضبت أمكم يعني أحيانا الإنسان لا ينبغي أن يقالب زوجته أن تكون مثله هو رجل وله إدراك واسع وله طبيعة حاسة وهي لها طبيعة حاسة هكذا فطرف الله عليها فذكرت أم سلمة للنبي قالت فأعرض عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كانت الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذوني في عائسة في رأة دقيقة الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما قبل الله بعضهم على بعد في الكون عدل مطلق ربنا حكمته مطلقة وأفعاله كلها حقيمة فأمطئ برأيك أن الله سبحانه وتعالى أعطى إنسانا سيئا ينبغي أن لا تحصد وأن لا تحصد لكن لطأ تهدف يلطأ تسير في الطريق وبسارته ملك الملوف إذا وهد قم تسألن عن السبب الله يغطي من يتاق فقف على حد الأمر يا أم سلمة لا تؤذوني تعائسة فإن هو الله ما نزل علي الوقي وأنا في محاكم رأس منكم غيرها يعني يبدو أن هذه الزوجة الكاهرة كانت من أقرب الزوجات إلى الله عز وجل ومن أعلمه ومن أعلمهون بحساب الله والله أصير تخذ إنسان اتهد 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 وبدل وقصه وماله وزهده في صبيل الله الله عز وجل رفع ذكاه على سأنه أنت ينبغي أن تسرك صبيله لا أن تحصده ينبغي أن تسرك صبيله لا أن تحاول أن تنفخ طبيبا لا أن تحاول أن تسكتها أرائه في رئيسة إنسان موض فقل الله يعطي من يشاء فقف على حظ الأدن ثم إن أمهات المؤمنين حاولنا محاولة ثانية مع السيد ساطم وضي الله عنها أن تتلم أباها المبيل صلى الله عليه وسلم بهذا الكثير فلن تجد محاولتها سيئة فقد روى بسلم في صحيحه أن عائت زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أرسل أجواز النبي صلى الله عليه وسلم إلى خاطمة بنت رسول الله فاستأذنت نعم أرسل خاطمة بنت رسول الله إلى رسول الله فاستأذنت عليه وهو مدجع فأذن لها فقالت فقالت يا رسول الله إن أجوازك أرسلني إليك واسألنك العبلة ابنك أبي قحافة وأنا ساتفة قالت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي بنية أبست تخذون ما أخذ طبعا لا يمكن إلا أن يعدل النبي بين زوجاته لأن النبي مرة قال قال له أعرابي أعدل ومحمد فقالت صلى الله عليه وسلم ويحكت لم نعدل إن لم أعدل لكن الله عز وجل ما كلفنا فوق ما نتوك الإنسان صاحب الخطمة وصاحب الأدد الزمن وصاحب الخلق الرسوع هذا تميل إليه دون أن تفعر هذه سنة الله في خلقه جدوة النفوس على قد من أحسن إليها وبغضي من الأساء إليك لكن تفق دائما بانتخبك بحاول إعاربك بحاول يطعن وبانتدر لأنك توده مرد عالية وإنسان ثاني أجيب جدا لطيف جدا في خلقك دائما يعني فوق صاحب الخر إلا أن تنير إلى هذا النفطن الأجيب الذي يتحرى راحتك والإنسان الثاني الذي يتهدم عليه نفتك فانت رميز ببتك القضيح لذلك نفتها قوامين انت كإنسان مكلف أن تعدني العبد الثاني أما العبد المطلق هذا لا تستطيعه ولا أنت ولا غيرك لأن المفوس جددت على حب الكمال على حب الزمال على حب النوال إنسان تحب الزمال والكمال والنوال النوال العطاء الذي يعطيك تحبه والذي صراه ثاني لن تحبه والذي لنحه الله سفلا جميلا تحبه يعني إذا كان لديه واحد عنده ابن إله سألت سألت الأبناء لكن مكلف أن يعطي أولاده بالسواء مكلف أن يمنحهم العصب بالسواء أما إن الكلب هذا بيد الله عز وجل وقد عبر عن ذابك المبيه عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قصني فيما أملك فلا ترني فيما تمت ولا أملك أي بنية أرست تخبينما أخب؟ قالت ولا قال فأخب هذه يعني عائشة أنا أقف عند هذه الوقت قليلا أنت سنسد إله أبن في تهيزون في سوء أدب من هذا الساب في محاسبة صديدة وعظم احترام وإذنكم في غاية الأدب والإخلاف والاخترام والسربية بنتظر الأول الأقل أبضا والأقل خدمة إنه الأب يحبه محب رائح هذا سيء مبحث الأب إنسان ويميل إلى حيث يرى السجل والأذر والعطف والرحم والخدم فأنت لا تقال بالناس أن يحبوك محبكا لا تصاوي عملك هذا إنسان كده عقل قصور الذي ينتظر من الناس أن ينحبوه حبهم وإخلافهم وصفانيهم وهو وثيء إليهم فمستحيل هذا هذه طبيعة العسل البشرية إن أردت أن تنعقد حولك القلوب فأحسب إليهم والإنسان الكامل يندق القلوب والإنسان القوي يندق الرقاب يستقام بين إنسان الكامل وبين إنسان الكامل وبين إنسان الكامل بغن فاسع بين الحالة يعني زوج قاسع يحب نفسه وينتظر من جوجته أن تموت في حبه لا لم تموت في حبه ولم تستم بك إن لم تهتم بها لا تستم بك إن لم ترعى حقيقها لا ترعى حقيقها فكن واقعيا كن منطقيا فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي فأخبرتهم بالذي قالت بالذي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها ما نراك أغنيت لعنا من شيء ترجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أزواجك يمتبنك أو يسألنك العدل في ابنك أبي قح فقالت قاسمة والله لا أكلمهم فيها أبدا النبي بالعدل المطلق بالعدل الشام بين زوجاتي لكن أين قلبه يميل هذه لا يمتها أخو ثم أرسلنا زينب بنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فضاه عائشة عند رسول الله في الحضوة إلى المنزلة فتصلنا فضاه كلم توجد في كلامها سيئا ثم قال عليه الصلاة والسلام معلماً مكانك زوجة العائشة إنها ابنة أبي بكر أرأيكم إلى هذا الوقاء إنها ابنة أبي بكر والإنسان أحواناً يتعلم أشد الألام حينما ينحض كل إخلاصه وكل حده وكل حذنته لإنسان ثم هذا الإنسان يوسى له ذلك أما النبي من أوسل أي سواء متى إنسان أعطى النبي عليه الصلاة والسلام كل اهتمامه كفرنا الصدور وهذه النفهة والتعديد العامي يعني كفرنا العين بكرة مرزعينه فلأنها بنت أبي بكر لها عند النبي حدوة خاصة السيد عائشة أمام كغار من أمهات المؤمنين كانت أمهات المؤمنين يغرن على رسول الله من عائشة وكانت عائشة بينهم أسدهن غيرة عليه من هن وعذرها أنها أول من تفطح قلبها لحب المبي صلى الله عليه وسلم بعد فديدة حيث كانت شثتها بعد وكاة فديدة رضي الله عنه وأنها أصغرهن سنا وما تزوج عليه الثلاث والسلام بكرا غيرها كانت مع أسباب أن تزوج على براته أصغرهن سنا ودنت أحب الخلق إليه وكانت الوحيد البتر التي تزوجه النبي عليه الثلاث والسلام يعني هذا الجرس له معنى يعني بكل جوز فيه الشكل النبي بسر قل إنما أنا ذكر من السكر وقت طرق بارسهن عمر لوسكو له زوجته فسمع سياح فولى فاربا سيدنا عمر تمع باب يترق ثم توقف للطرق فخرج رأى عراضي فدعاه نداه رجع لما فرقت وانفرقت قال له جئتك أكت مما أنت منه تفكر كانت جرام إن هذه الدنيا دار السواء لا دار السواء ومنجد فرح لا منجد فرح فمنعرفها لم يصح لرفاء ولم يحزن لفق الدنيا مرتبة على المستلات مرتبة على بعض النقص رحمة بالإنسان تصير أن الدنيا تأتيك كما تريد والله تتره لقاء الله والله لكن هل الذي يدعون إلى أن نستاقع إلى لقاء الله عز وجل الدنيا مساعدة ومن لا تستقيم لإنسان لا تستقيم لإنسان إصلاقا إن زاءت من ذهة تذهب من ذهة إن مست المال ليس عندك من الأولاد ماء يستأذرون هذا الماء وإن ضأت الأولاد الأبرار قد لا تفكر بمال الكافي لها وإن هم حضوثة بزوجة فالحة لا تنزد وإن أنزبت قد يطل أولادها على غير ما تريد لإنسان أغادوا على ما تريد هناك علة تفتحها فما في إنسان اجتمل الدنيا إذا إنها اجتملت بسرها لقاء الله عز وجل فأحد أسبابي أن الإنسان يسمون لقاء الله أن الدنيا متعدة رأى النبي عليه الصلاة والسلام جنازه فقال مستريحا ومستراحا منه قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه قال أن العبد المؤمن إذا مات السراح من عناء الدنيا فالله الذي لا إله إلاه ليس في الدنيا سيء أتمن على الإسراق من أن يموت أحدنا على الإيمان وعنده من فتنة الدنيا فتنة المال فتنة النساء فتنة العلاقات الاجتماعية شيء من داته عبد ولا فتنة فهذا الذي كما ورد في الحديث قصتي وعزتي وجلالي لا أقلب عبدي والمؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عميلها فتنة في زفده أو إختارا في رسكت أو مصوبة في غاله أو ولده حتى أبل غنيه مثل الزو فإذا بقل عليه سيء فدثت عليه سطرات الموت حتى يلقاني فيوما ولمطر أمه ولقد كانت الغيرة تنتاب عائسة إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج بعضها أو سيجيد من جوداته ها هو يتغار من زواج النبي بن خطة بنت عمر بن خطان كان صديق بيوم سودة التي كان زوجة النبي بخريط لمسة فلما علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تزوج خطة سكتت على نبض وغيرة واحسرت ماذا تفعل إذ كانت تعلم مكانة أبيها عمر عند النبي فهو بعد أبيها في المنزلة والقضوة عنده صلى الله عليه وسلم لا أفحصها هنا هناك نقطة دقيقة جدا لو لم تخدف مصطلات فلوة النبي كيف يكون قدوة علمه لو فلوة ماته إلى مصطل إطلاقا الغير مصطل تنافس لو ذاته مصطل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام صارت حياته في البيت في فصل مصالي المطلق كيف يقف الموقف الثاني من مصرة تنفأت ديت المكرمين إذا النبي مصرع أوضح مثل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة الظهرت عصير فقال له أحد أخهابه أكثرت النصير فقال عليه الصلاة والسلام كل هذا لم يكن لن تقصر الطلاة ولم أنسى قال بعضه قد كان فسأل النبي أصحابه فسأل أن صلى رقعة الدخل فقال عليه الصلاة والسلام إنما نستيث كي أسن لولا إن الله إنساني فصليت الظهر رقعتين كيف أسن لكم سجود السهل إذا ما يحصر تليث المدين المشتلات أن الله عز وجل قال إن تتوبا إذا الله سقط سقط خلومكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه هذا شئ ثابت القرآن كريم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن استقيتنا فلا تقرعنا بالقول سيسمع الذي في قلبي نرد وقلنا قولا معروفا وإن نبي خير جوزاته بين الدنيا إن تنتم تردنا الحياة الدنيا وزيمتها فتعالينا ومسعتم وأسرقتم صراحا جميلة معنى ذلك أن القرآن أفرق أن هناك مشكلات في بيس النبي هذه المشكلات رقة المبي منها موقفا ثاملا سبعة لنا نحن المؤمنين إنساء الله لبارك النبي عليه الصلاة والسلام بعد محاولات كثيرة من زوجاته الصاهراء وما نسير بينهما من غيره النبي عليه الصلاة والسلام أخذ موقفا حازما فاعتزر نساعه كلهما مضى شهر بأكمله في شغل عنهم وهن في شغل به فمنهم من روعها الهجر ومنهم من كان يرقبه في عزلته دون أن تجرؤ واحدة منهم أن تقاطبك في أمره حتى إذا استكمل الهجر شهرا بثمانه عاد عليه الصلاة والسلام إلى نسائه مكتسيا بتأجيبه لذلك الإنذار لألا لعدنا طول نفس ما فعلت بعض أجواجه من هذه المنافسات بين زوجاته الطاجرات وهذه الغيرة الحاجبة هذا مما يدعث سفاء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ هذا الموقف وتركهن جميعا سهرا لأكمله فلما انتهى السهر بدأ ببيت عائسة ذخله واستقبلته في عصاب الرقيق قالت يا رسول الله لأبي أنت وأمي قلت كلمة لم ألت لها بالا فغضبت عليه هذا يفيدنا أيها الإخوة كان الإنسان تسب خلاف بين ابن زوجته تعود نفسه يكون لطيف يتعود نفس الزوج تأتذر أحيانا الاعتذار يذيب المسجد الزوبان التي أجواج يسبك كل منه ما رأته ويتخاصمان تهرين وثلاثة وأربعة وثنين أحيانا لو أن الزوج تمتعت بطلادع لعلني أغذرت أنا أعذرني أستميقك عذرا فتنفحي لو إذا كان شاخي صفت ألا لعلي كفيت عليك أرجو أن لا تؤخذيني جاء الأمر شفى الموقف يا رسول الله لأبي أنت وأمي قلت كريمة لم ألت لها بالا فغضبت عليه ثم أقبل على أهله وهي مستطربة في قولها أكثر فإن تهجرنا شهرا ولما يمضي منه غير تسعين وعشرين تقول هذا مداعولة له فقال عليه الصلاة والسلام نعم الزهر يكون تسعة من عشرين وقال الزهر لكن بدأ فت القطار بعد تسعة من عشرين قالت أنت الزهر فقال الزهر تسعة من عشرين يعني كثير لطيف في كلام لطيف من الزوجين مباعدين بالقول الإنسان كان إذا دخل بيته دفتان بحاكم عليه الصلاة والسلام الإنسان كان إذا دخل البيت واحد من أهل البيت كان يقول عن النساء إنهما المؤنفات الغاليات أنا شوف من عقل الرجال اللي عنده مودة ولطف وكلمات معتولة من الزوج ومن الزوجة والعمر لا يحكمد خطونات بالتويلة ما يحكمد فرعا الحديث عن المشكلات التي جرت في بيت النبي حديثا يقول لكن المبي بكر ولولا أنه تجري عليه كل خصائص البكر لما كان سيد البكر لولا أنه بكر وتجري عليه كل خصائص البكر لما كان سيد البكر ترجمة نانسي قنقر لا ترجمة نانسي قنقر